الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في انتظار المكالمات أجيب على الأسئلة الكتابية سائل من الواد أو سائلة من الواد تقول شيخنا الفاضل في رمضان وأثناء الوضوء الأصغر عند استنشاق الماء من الأنف أحسست أنه مر عبر حلقي فهل علي القضاء؟ نعم عليك القضاء إذا إنسان سنشق بقوة في رمضان ودخل الماء إلى حلقه فعليه القضاء ولا كفارة عليه عليه القضاء ولا كفارة ولذلك مكروه مكروه في شهر رمضان استنشاق القوي في شهر رمضان إنسان يستنشاق بقوة مكروه إنسان كل شيء لاعتدال هو الأفضل السيد عبد الرحمن من تيزي وزو يقول ما حكم العمل في البنوك يقول حيث أن ابنتي تحصلت على منصب عمل في أحد البنوك وقيل لي إن العمل في البنك حرام وأرجو منكم سيدي الإجابة أولاً يا السيد عبد الرحمن البنك ليس شيئاً واحداً أشفى البنك ليس شيئاً واحداً كاين لو يخدم في البنك يخلص الخدامين يخلص الخدامين يخلصهم البنك فهذا عمله حلال كاين يراه يخدم في البنك في الإدخار الناس عندها أمانات جي تخبيها في البنك لأن الآن كثرت السلقة في دارك ومكش في لامان ما لي خبي الإدخار حلال كاين يراه يخدم في البنك في الاستثمار الاستثمار حلال واش اللي حرام في البنكة الريبا 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 لو يعمل في الريبا حرام في اي زاوية من زوايا الريبا حرام وينه في الريبا حرام مش يلازم يكون ياخذ القرار مهما كان راك تخدم تمد سيالة لهذا كله يخدم في الريبا حرام فهمتها اما اذا رأيت اعمل في بنك لا يتعامل بالريبا فعملها حلال الحمد لله فهمت كيف ولذلك نتمنى على الرئيس القادم المنتخب شرعيا الذي يخرج من الصندوق بلا تزويع وبلا غش وبلا خداع نتمنى عليه ان يعمل على حذف ونزع الريبا من البنوك احنا ما نعملوش باش نحو البنك البنك تقعد الاستثمار يقعد نجاح البنك يقعد نحو غير هذه السوسة الخامجة هذه الحرام هذه الريبا ويكمل البنك ناجح وهذه الملايير الممليارة ليراكوا حابين تعودوا تردوها الى البنوك قاع الوزارة سمعتهم سامعتهم قاع يقول لك باش ينجح الاقتصاد لازم المال اللي ما روش في البنوك يدخل الى البنوك ما يدخلش ما دام البنوك انتعكم فيها الريبا المسلم يخاف الحرام ويخاف الريبا وريبا ربي اعلن الحرب عليه اكوا حابين الملايير الممليارة خارج البنوك تدخل الى البنوك روحوا للبنك نحو الريبا هذا مكان وتدخل الملايير ويجيوا الناس ويستثمروا وما يقولوش يخبوا دراهمهم في البير وما يمدوش للبنك هالي مشكلة فيكم ما راهيش في الشعب الجزائري يا سبحان الله جابوا لي شاشية ما جاش قد راسي كي روح تقلوا لهم نبدلوا لي الشاشية قالوا لي لا لا نبدلوا لك راسك تقطعوا لي راسي باش شاشية جيني هاك داكك وحابين تنحيو الشعب باش تنجح البنوك الريباوية البنوك الريباوية بدلوا هذا مكان تقعد الخدمين ما يروحوش بطالة لا لا يقعدوا يا عمله المدير مدير والعامل عامل نحيو الريباو والناس قاتوا لي في الحلال إن شاء الله نعم سيدي هناك اتصال أنا أستمع إليك نعم أنا صباح خير أهلا يا أختي نعم صباح خير شيخنا أهلا أهلا عندي سؤال حبا نقول لك نعم عندي أخ خويا زوجة تعوى انضربت هربت انضربت عنفة انضربت 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 وانت شوف سوالح وانت آه هي كتكوليني انضربت أنا عملي ضربها أخوك سكنها جن يعني أصيبت بمس من الجن آه نعم 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 انضربت وانت شوف السوالح انت شوف خطور باللي دارت لها مهني ضربك هي ظلمتها ظلمتها قالت له دارت لي هذه أخت ساعك وهي ظلم ولكن هذا المرأة ما رأيش في عقلها رأي مجنونة رأي مريضة جبلت إنسانة بحل خاطيها خاطيها بس والح حسن حق الزوج تاحا يعني الأخ تاعي ضربها حبي يقتلها وطردها مدار حبي يضرب اختو حبي يضرب اختو لأن 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 الزوجة تاعو لأن الزوجة انتاعو قالت له باللي أختك هي اللي دارت لي السحر وهذه قالت جابوا لها راقي ولا وحدها قالت هكذا جابوا لها راقي ولا تجبد في اختو والراقي صدقها راقي راقي ما صدقها راقي الزوج هو اللي صدقها الأختاعي هو اللي صدقها قول لي سؤالك يا أختي وشنو هو سؤالك السؤال تاعين حبنا الأختاعين حاوز يفهم يعرف باللي الأختاعي باللي أختو هادي أختو لي ضرمها خاطيها دكتور مستحيل بديل دكتور لأن الزوجة تاعو يا أختي الشيطان الشيطان لما يكلف في الأعوان تاعو الجنون باش يقيسوا إنسان كما قلتي باش يضربوا إنسان ومبعد الشيطان هو الذي ينطق على لسان ذلك الإنسان باش يفرق باش يفرق أختاعي مفهام شاكل أختاعي مفهام باللي صح أختو دات وحب يقتلها وحوزها احتمال دار أختيره كريهام إلى بره رأي ما صابت وين ترى تقعد لأنه جاهل لأنه جاهل وعلى الجاهل أن يسأل وهذا كراقل وحتجبته كان عليه أن يفهمه أن الجن كاذب لا يصدق ولا يعمل به والمرأة مجنونة كانت قادرة تقول أي شي في تلك اللحظة كانت قادرة تسمي يماه تسمي خالته عمته جارته عليه باش تولي العداوة بين الناس الشيطان أو انجح أو أخوك حاوز اختورة في الشرعة هاي ما على لأنه مرتو نطقت بإسمها من أين أنتم سيدتي من شلف من شلف ملاخوك وسمع الحصى وعليه أن يستغفر ويتوب ويندم ويروح يحوس على أخته ويرضيها ويطلب اسمع ويعيدها إلى البيت إن شاء الله إن شاء الله شكرا يا أخي شكرا جزيلا شكرا جزيلا هذا لما ينطق الممسوس لما ينطق الممسوس لا يصدق لأن الجن هذا كان كان صالح ما يروح يسكن في مرة مادم سكنها فهو كذوب فهو كذوب لا يصدق يروح رجل ويجيبه راقي يسأل هذاك المريض يقول له شكولي دالك بعد هذاك الممسوس يقول له يمّاك خلال الرجل يوليك ره يمّا يقول له فلان أختك هاي هاي أختو المتدينة الصالحة الجن سمّها باش خرج ما تضعر عليها لأنها كانت تؤذيه بتلاوة كتاب الله الجن كانوا كيجوا لهذا الدار يصيبوا هذا المرات قرأ القرآن أما لدارولوا هذا الحيل هاو سمّها هاو طاردها من البيت حسبنا الله ونعم الوكيل إذا ما فيه سائل أجيب على الأسئلة الكتابية إذن أجيب على الأسئلة أعود إلى موضوع البنك البنك ليس شيئا واحدا البنك ليس شيئا واحدا يحرم العمل في الربا والباقي لما فيه شيئا يعمل ولا شيئا عليك إن شاء الله سائل يقول من وليسلف أيضا يقول سيدي أنا أجيد أنا لا أجيد قراءة اللغة العربية جيدا وفي رمضان ختمت القرآن بقراءة ركيكة فهل يتقبله الله مني علما أني حاولت وأن أشتهد في تصحيح الخطأ إن شاء الله سيدي أنت عبدت الله عبدت ربي بقدر جهدك أنت عبدت ربي بقدر جهدك لا يكلف الله نفسا إلى وسعها ركتقى القرآن بما تستطيع عندك الأجر ولكن العلماء واش قالوا عليك أن تتعلم عليك أن تتعلم ركتقى في القرآن وشوف شيخ في المسجد شيخ في المسجد يعلمك كيف تنطق الحروف كيف تقرأ القرآن الكريم وكتقرأ وتتلعثم وتقرأ وتتعلم وتتلعثم وتتعلم حتى تقرأ القرآن كما نزل لأن القرآن يجب أن يقرأ كما نزل أشفى لا تتوقف عن تلاوة كتاب الله وتعلم تعلم إن شاء الله خلاص إذا تعلمت صورة صورتين لتعرف مخارج الحروف والحمد لله الآن المصاحف راهي تكاد مصاحف تكاد أن تنطق أن تنطق يعني دارين فيها كل العلامات لتسهل على الإنسان هذا إدغام هذا إخفاء هذه قلقلة هذا مد ويعني كل شيء موجود في المصحف إن شاء الله ابحث على شيخ وتعلم وإن شاء الله ربي يقبل إن شاء الله سائل من غلزان يقول يا سيدي أنا أريد نصيحة كيف أخشع في صلاتي فأنا كثير الشهود أثناء الصلاة وهذا يجعلني أشعر أن الصلاة غير مقبولة إنصحني كيف أخشع في صلاتي الصلاة باش تخشع فيها لازم كي المقدمة تبدأ مع الوضوء واحد لما يروح يتوضى يتوضى بهدوء كما أمرت الشريعة كما جاء في السنة ثم يصعد إلى المسجد فيصلي ركعتين أو يبدأ الوضوء أرطيب لك قلبك من بعد صلاة ركعتين تحييت المسجد تهيئك أجلس في المسجد هدك السكونت على المسجد يساعدك فإذا أقيمت الصلاة أركز فقط على الصلاة حاول أن تركز فقط على الصلاة لا تفكر إلا في تلاوة كتاب الله هذا يعينك على الخشوع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته